اشتركوا في القناة مع ضيفتنا اليوم الدكتورة عابير الصفران رئيس مركز تأهيل دو الإعاقة الذهنية والضطراب ضيف التواحد صباح شاء الله بك خير دكتورة حياة شاء الله معنا في هذه القناة ساعة المباركة دكتور شرفتنا ونورتنا يعني مع بداية هذا الصباح الجميل وإن شاء الله الأخبار كلها تكون جميلة والإنجازات أجمل مفهوم دمج دو الإعاقة في المجتمع ومعاييره نبين نتعرفها من خلاله الدمج كلمة كبيرة يعني تحتوي مفردات إيجابية كثيرة تصب لصالح الأشخاص دو الإعاقة وأسرهم والمجتمع المحيط فيه والدمج هو تكافؤ الفرص الدمج وهي البيئة الأقل تقييد لهؤلاء الأطفال سواء في المدرسة في الحي في المجتمع الصغير البيت المجتمع الكبير هي الدولة يضم مفردات إيجابية مثل تحقيق المصير تكافؤ الفرص تكافؤ الفرص وأيضا حق المساواة فهذه كلها تكون هناك أنواع للدمج دمج كلي دمج جزئي دمج مكاني دمج تأليمي وهذا يرتبط على حسب الحالات على حسب الحالات لكن نحن النادي في الدمج التأليمي الشامل الفل انكلوجين التأليم الشامل فإذا بنتكلم عن المعايير طبعا المعايير كثيرة محددة حددوها طبعا الأمم المتحدة معاهدات في يونسكو وغيرها أول شيء يكون هناك تقبل التنوع والاختلاف من قبل أقرانه في المدرسة المؤلمين الإدارات المدرسية يجب تعديل أو تغيير بمعنى أصح المدركات السلبية إلى إيجابية تفهم طبيعة وخصائص هؤلاء الأطفال أو الطلبة في المدارس من خلال التدخل المبكر من نعمة أظافرهم في مرحلة رياض الأطفال إلى أن يوصلون لمرحلة التوظيف وتأهيلهم القضية جدا كبيرة لا أقول شائكة بالعكس هي نعمة نعومة الحرير إذا تفهمنا لها وقدمنا لها قوانين تشريعات وبنود واضحة محددة لصالح هؤلاء الطلبة دكتورة كونت مختصة في هذا المجال هل هناك تجربة في دولة معينة أما دولة أجنبية دولة عربية نجحت في هذا المجال مثلا ومن ثم لاستنسخ التجربة هذه وإيجادة في الواقع هل يحتاج أساس الموضوع إلى سنوات ومراحل مرحلة واحد اثنين ثلاثة ولا لا والله الموضوع أسهل من جديد هو موضوع سهل أنا قلت لكم في البداية موضوع صعب لكن نقدر إحنا انسهلة إذا قدمنا دراسات صحيحة غيرنا هذه المفردات الإيجابية والمدركات والتجاهات من سلبية إلى إيجابية إذا عدلنا البيئة الفيزيائية والفيزيقية في المدارس بالتعاون مع مثلا جمعيات النفع العام القطاع الخاص ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية يحتاج المعاق من خدمات في هذا المجال نعم في داخل القطاع التعليمي أو المدرسي في مدرستة نعم الكويت لها تجربة بس خلنا في البداية نتكلم مثلا على الدول المتقدمة أمريكا نجحت في الدمج السويد نجحت في الدمج عندنا الإمارات دولة أيضا نجحت في الدمج ودمج خليجية وأيضا الآن السعودية بعدها نحن الكويت موجود الدمج عندنا من 1997 أذكر أنا كنت معلمة توني متخرجة 98 توا صار لها سنة في نعومة أظافر أنا لي الشرف أنه التحقت كمعلمة لي هؤلاء الأطفال عشت الدمج وأنا جدا فخورة أن هذا الدمج احتويناه كمعلمات أذكر في روضة المنصور في شويخ روضة عبد العزيز الشاهن في مشرف أيضا روضة النغيل تجربة قديمة تجربة موجودة ولا زالت لكن سلاشت وأذكرها بالاسم لأن هذا أشتاء شيء هذا أنا أحبه أول ما تخرجت من الجامعة دايركت التحقت مع الأطفال اللي هم متلازمة داون دامجينهم في رياض الأطفال وانتقلوا إلى المرحلة الابتدائية وبعدها المتوسط بعدها رجعوا مرة ثانية إلى الغطاع الخاص أو إدارة مدارس تربية الخاصة فعشتنا الدمج كان جدا ناجح لكن المخرجات صارت قليلة لأن مؤلمين صاروا يعني عندنا نقص في المؤلمين وهذه دعوة للجامعات أن يخرجون تخصصات التربية الخاصة والخدمات المساعدة وكانت معانا دكتور عبير لشاربات الدمج وإنقاء هذا تقوى برمضان الماضي وزعوا وجبات إفطار الصائم وحفلات القرقيعان وكانت نستقبل حالات الصعبة الشديدة جدا شوفوهم في المباركية قاعدنا ندمجهم والسياحة والترفيه والرحلات والفعاليات يعني دكتور قلت كلامك بتمل شوفوا المتطوعين من كل خلنا نقول الحالات متطوعين معكم قلت التجربة بلشت من سنة السبعة وتسعين وكانت على استحياء في دخولهم في هذا المضمار لكن رجعت وانتعشت بهذه الفترة بطريقة كبيرة كون العالم كله قاعد ينادي بدمج دول إعاقة بالمجتمع بكل تفاصيل وكل مجالات الكويت انخرطت أيضا ضمن هذه الدول التي تنادي بدمج دول إعاقة بالمجتمع التعليمي والعملي وغيرها من هذه المجتمعات خلنا نتكلم عن تجربة الكويت الحالية والجهود التي تبدل بشكل كبير أيضا من قبل وزارة التربية بدمج دول إعاقة بشكل مطلوب وبقوة يعني انتنامت هذه الفكرة فترة ورجعت انتعشت الحين بطريقة قوية وفيها إصرار هذا اللي نقوله احنا تفعيل القانون اللي هو 2010 على ثمانية هذا قانون المعاق في دولتنا الكويت نبي تفعيل هذا القانون تفعيل بنودة يكفل حريتها يكفل دمجة الشامل في المجرسة أيضا حق الأم الغير كويتية اللي عندها ولد كويتي أمور كثيرة يجب أن تفعل الكويت سباقة طبعا من أوائل الدول اللي وقعت معاهدات في منظمة اليونسكو في سلمنكا في أسبانيا في 1998 شوفوا هذا التواريخ نتكلم بالأرقام أنا هذا كله والله الحمد عشت عصرت فأنا جدا سعيدة وترى أهم اللي خلونا نكمل في المجال التطوعي والمتخصص وخلونا نكمل الماجستير والدكتورة في نفس المجال أهم اسحبونا عالم جميل أنا أنصح ودعوة لكل متطوع كويتية أو حتى غير كويتي تعالوا ساعدوا دشوا دائما أقول خليكن عندكم فضول القطط ساعدوهم هذا الدمج هذا الدمج هذا الدمج اللي تنادي فيه الكويت وتبت تحتضن هالأبناء هذي وتفرح في الأشخاص دول لعاقة والأشخاص من غير دول لعاقة أتفقى واحدة من الرسائل اللي بتأكدينها دكتورة أنه والله هم يعيشون حياة طبيعية ونحن نعيش معهم حياة طبيعية طبعا يعني لما يكون أي شخص عنده مثل حالة من حالات هذه ما يكون مستغرب النظرة له ولا هو مستغرب نفس المعاق بأن يكون بين الناس يشوفهم نظرة غير صحيح يعني هل نحتاج زمن طويل عشان تتغير هالنظرة هي تغيرت ولله الحمد الآن مع السوشيال ميديا مع الأشخاص لمن دمجوا وشافوا نفسهم أنهم الآن في الوظائف شافوا نفسهم الآن في كل مكان نشوفهم نروح في كل مكان نشوفهم بالكويت وبر الكويت حولنا الآن كل بيت في شخص من دول يعاقة ومو شرط يكون يعاقة مثلا سمعية أو يعاقة حسية أو يعاقة مثلا بصرية أو حركية ممكن اختلافات التعلم ADHD نشاط مفرد زائد ممكن صعوبات تواصل ممكن مشكلات سلوكية اضطرابطي في التوحد فممكن تكون يعاقات ظهرة أو اضطرابط غير ظهرة فكل بيت ترى نحن الآن نحن عندنا يعاقة مثلا إذا ما لبسنا النظارة ما نقدر نشوف عدل إذا مثلا مشينا على مكان ما في توازن آه كمفهوم شام العام إيه إيه فيعني إحنا لازم نتقبل هذا التنوع نتقبل هذا الاختلاف ونحترم ذاته كإنسان من منطلق الإنسانية وإحنا دولة يعني دولة دولة الإنسانية ولله الحمد فهذا أقل شيء قدم لهم ولا نحسسهم بضعفهم ولا نحسسهم أننا محتاجين ساعات للأسف يعني إحنا لأننا نحبهم الويلتشير نبينساعده نبينساعد أنا فقط أبتسم له وأسلم عليه مو لازم أمسك الويلتشير وأساعد لا 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 أصلاً هو يحس بالإحراج بالعكس إلا إذا هو طلب المساعدة وإحنا المفروض ما يطلبها لازم دولتنا تكون منعمة في الرام وفي المثل المصاعد اللي فيها لغة برايل لغة الإشارة الموجودة سبحان الله الكويت دكتور يعني لم يقصر في هذا الجانب معهم وعطتهم حقوقهم كاملة وكاملة والحين قاعدت تسعى دولة الكويت بكل قطاعاتها صراحة أنهم يدمجونهم في المجتمع ويخرطونهم بهذا المجتمع ويقولهم إنسان لحق من حقوق الإنسان الطبيعي صحيح كنت ناشطة في هذا المجال وحبيتي وتخصصتي فيه وأيضاً درستي كدراسة علمية أكاديمية إنجازات جهود تقدمتها دكتور عبير الصفران من خلال عملها لهذه الفئة تحديداً وإخراطهم بالمجتمع ودمجهم بالمجتمع حضرتك قلت حبيتي وليس حبيتها أنا أشقتها هذا صار الشغف لي لي والأسرتي حتى أسرتي قادت شجعني أبنائي يعني أنا هذه قضيتي الأولى صراحة أن أبي أدمجهم أبي أساعدهم أبي أخفف الأب على الأسرة أبي أظهر ديرتي بطريقة يعني الكل يقول والنعم ما شاء الله الكويت منعمة في العمل التطوئي منعمة في العمل الإنساني في الدمج هذه القضية جداً مهمة شنو الأنجازات مو أبي أبير الصفران اللي حققت هذه الأنجازات فريق عمل متكامل عمل جماعي يمكن أنا قدت هذا الشيء مو بروحي مع زميلة كانت لي أهم أبير عشان شذي سمونا أبيرته ولا زال هذه بصمة موجودة في الكويت وبيننا وفي قلوبنا يمكن يعني لو بتكلم عن إنجازات كان خلفها جيش من المتطوعين والمتطوعات والمتخصصين والمتخصصات وليا أمور دعوا لنا في أوقات خفة إحنا ما ندري عنها في أوقات مثلا فجر إحنا نايمين فدائما يدعوا لنا في رب إن شاء الله يعني يبارك هذا الجهود ويقوينا وهذا هو بانزيننا هذه الطاقة اللي إحنا قاعدنا نستمدها من فرحة وسعدة الأهل شنو سوينا شنو ما سوينا لدرجة أننا سافرنا معاهم مصقط وصلالة سافرنا معاهم القاهرة سافرنا معاهم رحنا في البر وبالجو وفي البحر بالبحر رحنا فيلتشة ويك أند وديناهم في البر رحنا بسيارة سعودية وبحرين وقطر سبوء كامل في كل دولة خليجية قاعدنا يومين تبادلنا الخبرات تبادلنا مقلومات زرنا جهات تطوعية نفسنا تبادلنا هدايا ودروق من إنتاج طلبتنا فعملنا وصلنا رسالة أنهم بيننا وحولنا شفتها وهي تتكلم برقة عينها سعادتها وليس مرة حسن لأنها من دمجة في الكلام ومن اسمها عبير قاعد تعبر عن تنثر العبير شاعر أنا أكلمكم دعنا أشوفها بعيني هذا تاريخ لا زال كنا نمشي ونوثق نمشي ونصور ونمشي ونوثق هذه اللحظات عشان عيالنا وأجيالنا يشوفون هذا الشيء هذا الشيء شنو ما سوينا شنو ما سوينا شنو ما سوينا أو شو تبت تسوي يدقوا لألينا نبن نروح مسرحية صنعة في الكويت بس إن شاء الله وزاهم الله خير شوفوا تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص أو مثل القطاع التطوعي لما ندق مثلا على جمعيات تعاونية صنعة في الكويت فعلا صنعة في الكويت يعني مع احترام لجميع الفنان وجميع المسرحيات هذه المسرحية سوى الضجة لأنها صنعة في الكويت وصلت لأياننا أذكرها لهم استمتعنا واستانسنا وعشنا وكنا نبشي لفرحهم وعبروا وشوفوا اللقاءات وشون يتكلمون بكل استقلالية وبحرية عبروا عن مشاعرهم حبهم فيها وشلون أهم صعدوا على المسرح وغنى ورقصة وحافظين التفاصيل يعني تفاجأنا فيهم هذا الدمج أرجع وأقول كل فرحة وكل ابتسامة وكل هذا يأمن الدمج هذه آثار الدمج أدعو 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 للدمج والدمج التعليمي الشامل في المدارس وفي الحي وبالجيران وداخل البيت أنا ما أدعو للإنسحاب ولا للعزلة ولا للمحمية ساعة نقول خلصة وليهم التجع جزيرة لا هذا غلاط هذه عزلة لا إحنا نبيهم طولنا وبينهم دائما نقول حب المطوعين حبايبي أنت عيالي بتصيرون أطباء بتصيرون مهندسين بتصيرون معلمين بتصير ولي أمر لازم يصير عندك فكرة شون تتعامل معه تتقبله شنو أهو شنو احتياجاته شنو خصائصه شنو يحتاج شنو ما سوينا تعاوننا مع المجلس الوطني للثقافة والفن والآداب عملنا معارض رسومات ولوحات جميلة بالتعاون مع فنانين نخبة من الفناني الشباب والأسماء اللامعة من الفنانين أبرزهم الفنانة بتسام العصفور أوجه لها أجمل وحلو أرضى تحية لأنها لا مو بس عشان فنانة وفنانة كويتية لأنها ولية أمر أم ظاري أم ظاري الحمود اللي فعلا يعني لوحاتها ما شاء الله مع أبنائنا وزملائها الفنانين وصلت رسالة حتى في كارونا سوينا معرض افتراضي معاهم أيام جميلة شا قول يمكنني بلا حلقة كبيرة اللي أقول شنو ما سوينا الله يتمم عليكم هذه القوة هذا الإنجاز الغادة لما يكون يعني في زمن طويل جدا وخبرة ما شاء الله أنا اللي معلومة عندي تقول من 99 أنا الآن 2024 نعم فأمر كبير جدا إذا قلت حق الدكتورة أبير أوصفي لي بجملة هذا العمر الطويل جدا من 99 إلى 2024 ممكن توصفينا وصف للمجتمع لمن لديه حالة من حالات الإعاقة أو للا عامة الناس شو تقول حضرتك تفضلت قلت مدة طويلة أنا شوفها قليلة قليلة كلها من عمرنا أحس ما سوينا شي لهذه اللحظة ما أحس سويت شي لأن كل يقع نسوي بعدنا بأكثر في تطور مع الأصر ما تطمحي له دكتور عبير شنو اللي تبين توصلي له واللي أنت الحين التارغت يدام عينج هذا بعد ما وصلت بوصله تدرون شنو شنو اللي أنا أطمح له وأشوف جدام عيني إن شاء الله إن شاء الله إن الشخص من ذوي اللي عاقة يدخل مدرسته مع أخوه مع جارة مع أولد أمه هذا النظر اللي دائما الكل يطمح لها إن شاء الله هذا اللي قال أنا إذا سوينا شي نحن نجحنا بشكل طبيعي بشكل طبيعي ما أحد يشيل جنطته أوه يشيل جنطته وهو ينزل من السيارة أوه يسكر الباب وهو يطلب وجبته وهو يمسك كتابه بالإضافة إلى الشدو تيتشر المؤلم الظلم لازم لأننا لا نتكلم بالمثالية لا يحتاج يحتاج دعم لكن لازم يستقل بنفسه يعتمد على نفسه يكون عنده يعني احتماد على ذلك وأيضا الثقة بالنفس صحيح هذا دور الأسرة ودورنا إحنا ودور المدرسة ودور المجتمع أيضا ودور المتطوع اللي تخصص في مجال تطوعة حقيقة والله أنا هنيت يعني ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الخبرة وهذه الروح العالي والمعنوية العالية دكتورة وهذا العطاء اللي أنت تشوفين تسع و تسعين لفترة قصيرة ما شاء الله تبارك الرحمن هذه معنوية كبيرة أسأل الله وفقتش شكرا من نجاح لنجاح بإذن الله شكرا سعد جدا بالحوار معاتش في هذا اللقاء إذا ودتش كلمة نصيحة رسالة تقولينها في ختام هذا اللقاء للمشاهد الكريم بكل تنوع المشاهد في البداية أشكركم على استضافتي لكم في هذا البرنامج صبحكم كل خير وإن شاء الله نشوفكم اللي في اللقاء الثانية مبروحي معاي فريقي التطوعي معاي المطوعين والمطوعات ومعاي الأشخاص من ذوي الإعاقة اللي أنا ما أعتبرهم من ذوي الإعاقة أصبحوا الآن يتكلمون عن نفسهم يعبرون في يوم من الأيام إن شاء الله رح تستضيفونهم وآنا أكون خلف الكاميرا يقعدون ويقبرون وأهم اللي يتكلمون عن إنجازاتهم عن نجاحاتهم عن طموحاتهم عن هدفهم شنو أهم يبقون لأن الآن وإحنا هنا في ناس قاعدت تشتغل في الجمعيات التعاونية وفي ناس قاعدت تتدرب وفي ناس هيئة الإعاقة الهيئة العامة للأشخاص ده والإعاقة قاعدت تخرج شركاء لتوظيفهم وخرجت الدفعة السابعة إزاهم الله خير فحبيت أشكرهم جزيل الشكر وعلى رأسهم وزيرة الشؤون الاجتماعية دكتورة أمثال حويلة وأنا جدا سعيدة بانضمام امرأة ومتخصصة في مجال الإعاقة السمعية وأيضا أكاديمية كانت في جامعة الكويت والآن وزيرة أي تبارك الله خلاص أنا الآن الكويت في أيدي أمينة والأشخاص دولي الإعاقة في أيدي أمينة إن شاء الله هذا الستيديو وستيديو صباح الخير لكويت ووزارة العلام ستشهد هذه الإنجازات حق قريبا إن شاء الله وتنورون وتشرفون وزارة العلام وستيديوهاتها وتلفزيون دولة الكويت بهذه الإنجازات العظيمة التي تقدمونها شكر الجزيلة دكتور عبير الصفرات رئيس مركز تأهيل دمو الإعاقة الذهنية والطراب طيف التواحد مع هذا اللقاء الجميل وكل طاقة إيجابية نروح الفاصل قصير ونرجع لكم تالي اشتركوا في القناة